طيب اخوانا. الان اعطاني في حالة ثانية من هذا نفس السؤال. قل لي انه افرض انه انا حطات محول في نص السيستم. ان هاي كان السيستم قدامنا. حط هون محول. هاي وحطونا قدامنا محول. هذا المحول نسبة تحويله نسبة التحويل اللي هي كي عشرة لواحد. ها. كي من هون شو تساوي عشرة لواحد. هيك هيك اخوانا هيك تكتبها. هي تساوي عشرة. سؤال هذا ستب اب ولا ستب داون? هذا ستب داون. ليش? انه قلنا لما كي تكون اكبر من واحد شو بكون عندي نوع المحول? يكون عندي ستب داون. طيب. شو اللي بصير? طلب مني بيقول لي اوجد قيمة التيار اللي راح يمشي هون. سمها. سهل جدا اخوانا شوفوا. سهل جدا الحل. شو شو بتعمل? انا هون ما عندي لا تيار ولا فولتي. لو انا عندي هون فولتية. كان باقل له الفولتية اقسمها عهاي بطلع معي هاي. مباشرة. مي في شو تساوي? اي في ار. اي شو تساوي? في على ار. ار طبعا اللي هي نفسها زد. يعني هون نتعملها. كان سهلة. طبعا ما عنديش في. شو بعمل? واحدة من الثنتين. يا باخد هاي الفولتية. بحولها للجهة هاي. وبستخدمها. يا اما بتجيب التيار اللي هون راح يطلع عندي. وبقول له هاده هو التيار مباشر. بعيد. يا اما باخد الفولتية. بجيبها لهون. كيف بجيبها? بحولها. احنا ضغطها بتتحويل. زي ما اخدنا كونفيرتو. وبستخدمها بقول هاي فولتية على زد. يا اما بحسب التيار من هون وبحوله مباشرة. طيب انا بدي اخد الطريقة الثانية. بدي احسب التيار من هون. شو التيار في هذه الحالة هون? التيار بتسميه. اللي هو اربعمائة وثمانين على بوينت واحد ثمانية زائد جي بوينت اثنين ارضو. اخوان انا بستخدم الحاسب قدامكم حتى تسهل عليك الامور. اول شي بتحولها كومبلكس. اربعمائة وثمانية على. بوينت واحد ثمانية زائد. بوينت اثنين اربعة. الاي كيف اجيبها او الجي? شفت مع انت. طبعا طلعت معي بهذا الشكل. بدي الشكل الثاني شفت مع اثنين. طلع معي هيو هذا الشكل. بقول له ثلاث. يساوي. اللي هي طلعت معي. الف وستمية. في الزاوية. سالب. بوينت تسعة اثنين امبر. طب هلا هذا هو التيار اللي انا بدي يا لا. هذا التيار اللي طلع هون. بمشي هون. طب بدي التيار اللي قاعد بمشي هون. شو بعمل? بس هدا برايماري وهذا سكندري. عادي محول. زي المحول اللي اللي كلنا اشتغل عليه. كيف ده احول تيار من البراميري للسكندري? سهلت عن طريقة التحويل. بدي تيار مين انا? هاي كيه ما هي شو تساوي? اي سكندري على الاي برايماري. بدي مين انا? بدي الاي سكندري. شو بقول له انه كيه في الاي برايماري. فشو تساوي? كيه قديش انا عندي عشرة. في الف وستمية. طبعا في الزاوية بوينت تسعة اثنين. سالب. فبقول له بتطلع معي الف واحد ستة صفر. ستعشر الف في الزاوية. سالب بوينت تسعة اثنين. امبر. شفتوا اخوانا كيف? طب التيار يعني كثير كثير طلع. طبعا طلع عنه بعشر اضعاف. طيب شو صار بالفولتية اخوانا بتعرفوا قانون ما هي شو تساوي. شو ما بدأ حفظ الطاقة اللي عندنا في الترانسفورمر سهل جدا. اذا انا عندي البور. طب ما احنا قلنا ستب دون شو عن ستب دون يعني باخذ فولتية قليلة. قليل هون باخذ. هم طلع ليها كثير. طب يعني مثلا هون ايش صار في الفولتية? الستب اب هذا آسف. هذا باخذ كثير. بعطني هون قليلة. طيب. طلع ليها قليلة. هاي. شو بصير في اي بترتفع? طب ليش بترتفع? عشان مبدأ حفظ الطاقة. انه هذه الطاقة هذه اخوانا ثابتة. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث ولكن تنتقل من شكل الى اخر. هذا مبدأ حفظ الطاقة. اذا فيه نزلت. في نزلت كثير. اي بتطلع كثير. اذا كان العكس يعني كان هذا ستب اب. في بتطلع كثير. اي بتروح بتنزل كثير. تمام اخوانا? سافد جدا ان شاء الله تكونوا في انتوا هذا المثال. برضو اي سؤال على هذا المثال او على غيره. على اكاونتي على الفيسبوك يوسف خضر ان ننسوا.